النقل لإيمان بن عمر أغرق باب تحيين مراكز اقتراع الناخبين لانتخابات المجالس المحلية منتصف ليلة الجمعة الثامن من ديسمبر 23 ألفين وبلغ 864 ألفا و 673 عملي التحيين وفق ما أفاد به النطق الرسمي باسم الهائة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والذي أضاف أن عملية التثبت من مركز الاقتراع عبر الإرسالية المهدة للغرض بلغت مليونين و 661 ألف و 68 عملي التثبت إلى غاية يوم أمس مشيرا إلى أن إمكانية التثبت من مركز الاقتراع تتواصل إلى غاية يوم الاقتراع الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت في بلاغ لها أن نائب رئيس الهيئة محمد نوفر لفريخة وعضي مجلسها بالقاسم العياشي أشرف على ختم عملية التحيين ومعاينة غلق السجل الانتخابي من قبل عدل تنفيذ وذلك على تمام ساعة منتصف الليل الثامن من ديسمبر الجاري بالمركز الوطني للإعلامية هذا وقد انطلقت فترة التحيين الاستثنائية يوم الثالث عشر من نوفمبر ثلاث وعشرين والفين وتواصلت إلى غاية منتصف ليلة الثامن من ديسمبر الجاري